كامفان كاتغ تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة ويخلق حمنا ويمشي ويخلي ذك الطفل ضايع يعني حياتك كلها منضمره هذا شي ما غسناش بقو ساكتين عليه ما يمكنش نبقو ساكتين عليه ما يمكنش وصف ما يمكنش على ذكر تقافة الجنسية شن هي رسالة ديالك للشباب والنصيحة ديالك للشباب شوفي ما كانش محسن من آية القرآنية اللي نزلت على سيدنا محمد قرأ عليه سيدنا جبرايل إقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علق هذي كتبين لك بإنه البشر كيتكون محدة سيلولة المضغيك عند الولد وعند البنت اللي كيتطلقوا ما كيقول لها شوش مجوجة ولا مش مجوجة اللي تطلقوا كيوقع التيلد كيتكون ولكن مشي حيد كيبغيها وحيد كانت شوى جنسية وحيد كانت الظروف في الأخر هي اللي كتحملي اللي كتضيع كتضيع في قريتها كتضيع في الأسرة ديالها هذا كتضيع في اللي كيبقى دائماً ملقب بغير غير شرعي إلا ما قالوا لي الكلمة الخرى اللي وعرا لانا أنا بساف من سمعت في هذا المسائل هذا 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 لقيت هذا هذا حرامي هذا هذا أنا جدي كان في قائلة ما كان هنا رمض فون عندكم هنا في بعراقية وجدي ذا 12 عام القراويين وكان كيقول الخالتي الكبيرة في بناته زي ذا في عام 1912 علمها العلم الإسلامي غرب بشفوي وقد كتحدث مع الناس العلماء حتى ما تتوي عندها 90 عام كيقولي يا عمرك ابنيتي تقولي ولد الحرام ولد الحرام هو شي واحد كبير بعقله دار شي حاجة حرام هو عارفة حرام هذا كي ولد حرام إنما ذاك الصابي ما تخلصيش ما زيديش دنب على دنب هو محروم ومحروم ومحروم من أمه وزيدي تكمليلي ولد الحرام ولد الحرام ولي بعقلهم هادوك يتسمى ولاد الريضة نهار اللي قلتها للك المهدي حكموا عليها بالإعدام في الجوامع وأنا بقي كانوا أقول لها لدب الآن ما بغناش ولاد الريضة إلا لكن يكون ولاد الريضة ولكن بالقاعدة يعني بالوالدين حاضرين والعقاد والطقص ولا بقي ما عندهم شتاقة باشي يبني وبيت كي يمشوا عند الطباب ما ولدوش تكملوا قريتهم هذه الساعة يولدو إنما باشي سبقوا الفرح بليلا ويلو حصابي حياته كلها مضمرا مجهول الهوية أعرفتشنها مجهول الهوية أنا روح الناس ولوني صاحفين من هورواندا قال لي لمشي تي أمم المتحدة أش غادي تقول يوم طمان تقول لهم كلمة وحدة نديروا يديكم على قلبكم وحطوا السؤال على رأسكم لو كنت أنا خطارتي وليدي كنتي أنا بعدا ما خطارتش وليدي ده واحد ما أختار وليدي دونك من هاد المبدأ هدا خسنا بشوف واحد مبدأ حقاني ونزعموه ماشي حشو ما ماشي عب هذي بسأله هارزة إنسانية نخدمه بوحد طريقة معقلانة وفي الحقيقة قرأت تلبيجين شخصي يقوم بها الوالدين المسجد يفسرها قرأ باسم ربك الذي خلقه يفسرها الناس يفسرها لولاد الناس يقول للا التعليم الابتدائي التناوي خصها تكون في جامع الأوسط ومشي حشو ما مشي عب ودعوهم لأبائهم هدا مشي كلامينا كلام الله باش نبقوا هذين مغمضين هكا وكان ولده واحد الفئة اللي ما 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 العرق ديالها ما معرفش كون هو حتى نحنا دا سعنا في الجمعية شابة جوجات مع ببالي ولدها ما عارفهاش هذي كانت قصة حب ديال جوج طالبه كانوا في في الجابيع وتوضروا على بعضياتهم والبنت تربت في شعائلة كانوا من ديك السعاء باقي كعارفو كعارفو يزورو وسمت بنتها ديك العائلة تنالي تزوج مع ابوها نالي سقوا الخبر عامين صورة عامين تزوج مع ابوها كي غادي تكون هذي البنت وكي غادي تكون هذي البو واخوتها لأنها مات جوجات ووالدها وولاد وخرين زعما مصيبة عدمة وخصي كل حد وما يمكنش كل حد إلي لكانت تربية رأس بقونا ناس أخرين قبل من نحنا وأوروبا بدأوا كي يهضروا وداروا تربية جنسية حتى هما حتى بعد 1968 هم يديروا حد اسبانيا كانت أول دولان اللي كانت تحميل المرأة والطفل ديالها تربية جنسية اسبانيا وفرنسا وفي هولندا يعني بقت غادي 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 الدول الغربية وحنا اللي عندنا في القرآن ديالنا ما نهضرواش عليها هذا هو اللي كي يجيني عجب العجائب ونيفاق ديالناس اللي عندهم سؤولية بين يديهم طبعا اليوم هو عيد المرأة وبتكلم على المرأة وبذكر القانون جديد ديال التحرش الجنسي في النظارك واش هاد القانون غادي يقدر يحد من هاد الدهيرة القانون خصو يكون مكتوب لأنه هو قانون جزري ولكن كان فضل ألويقاء آخر من العلاج نمشي لمدارس نفسر ليهم نمشي هاد دور ديالكم ديال الإعلام ها القانون اللي خرج رد بالك ريلة تحرجتي غادي تمشي لحبس ولكن علموه ماشي نشكت عليه حتى يديران ديال الحبس واش نحن نبقون بني وغير في الحبسات أننا الطاقة الطاقة استيعابية والمادية والمعنوية باش نعيش والناس والحبس ما يمكنش اللهم ما الوقاية نظروا عليها وماش يعيب باش شو ما هادي مسألة إنسانية دي الله خلقنا بحلاكة واش الحيوان حسن مننا احنا الحيوان عنده الغارزة وكي يحبس وكي يحبس لو قتال أخي يحبس وإحنا رأنا العقل سلامتكم ولكن شكرا سلامتكم ترجمة نانسي قنقر